ممكن أنا أحدده بحسابات بسيطة؟ يعني ممكن الزوج والزوجة يحدده هو لحظة مثلاً خروج البويضة من الكيس الخاص بيها أو وصولها للرحم يعني هل ممكن بحسابات بسيطة يتحرى الزوج والزوجة التوقيت اللي هو المناسب لحرارك حددته بأنه 24 ساعة فقط لغير أقول لحرارك بطريقة لطيفة جداً علشان نحدد اليوم بالزبط صعبه اليوم بالزبط علشان كده في مجموعة من الفحوصات أو نوع معين من أنواع التحاليل اللي موجودة ببعض الصيدريات اللي ممكن نفضل نعمل تحليل كل يوم لغاية ما نعرف يوم خروج البويضة لكن أنا هقول لحرارك ببساطة ألطف من كده هنحسب من أول يوم من نزول الدم لأول يوم لنزول الدورة اللي بعدها دول عدد أيام نقصم الفترة دهياً لتلت تلات التلت الأولاني شامل أيام الحيد والأيام اللي بتبقى نضيفها بعدها ثم التلت التاني ثم التلت التالت أفضل وقت لحدوث التخصيب وحدوث الحمل هو التلت الوسطاني يعني إيه التلت الوسطاني الذي يقع في وسط الفترة يعني لو قولنا مثلاً ستة بتجي لها الدورة كل تلاتين يوم من أول يوم في الدم لأول يوم في الدم يبقى عشرة 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 بقول لها العشرة الأولين بما فيهم فترة الدورة دول يعني مش مهمين أول لكن ندخل على العشرة التانيين بقول لها دي أفضل فترة في التخصيب غالباً البيضة بتخرج خلالها فبقوم لي عليها وبقول لها خدي بالك دي الفترة اللي ممكن يحصل فيها علاقة زوجية خلال الفترة دي فيه ناس يعملوا حاجة غريبة أولاً بيفتكروا أن العلاقة الزوجية اليومية التي تأتي في مرهاب الحمل بقول لما ده خالص لو تفتكر حضرتك أنا قلت لحالك إيه الحيوان المنوي عند الرجل بيعيش من ثلاث لسبع تيام يبقى بالمعنى الأصح لو حدثت علاقة زوجية كل يومين ثلاثة كافي تماماً أن يبقى الحيوان المنوي عايش داخل الجهاز الأنثوي إلى أن يحدث لمدة ثلاثة أربعة تيام يبقى إذا العشر تيام اللي ممكن يحصل فيهم التقصيب ده محتاجين يحدث لقاء بين الزوج والزوجة مرتين أو ثلاثة عظيم